بشكل رسمي أعلن مجلس مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين انتهى عملية العد والفرز اليدوي لكل المحطات والمراكز الانتخابية الواردة بشأنها الطعون دون الكشف عن نتائج التدقيق اليدوي فيما ألغت المفوضية عملية العد والفرز اليدوي لصناديق جانب الرصافة بسبب التلف الكامل لمعظمها جراء الحريق الذي اندلع في مخازنها قبل أكثر من شهر صناديق الاقتراع تعرضت للتلف الكامل جراء الحادث مما يتعذر معه إجراء عملية إعادة الفرز والعد اليدوي قرر مجلس المفوضين إلغاء عملية الفرز والعد اليدوي لمكتب انتخابات الرصافة وبذلك يكون مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قد أنهى عملية الفرز والعد اليدوي لكافة المحطات والمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى واطعون بعثة الأمم المتحدة في بغداد أكدت أنها شاركت في مراقبة عملية العد والفرز اليدوي والتي وصفتها بالشفافة والمهنية مطالبة بالإسراع في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة الأمم المتحدة قامت بمراقبة عملية العد والفرز اليدوي منذ البداية وحتى النهاية ولأكد أنها تمت بشكل موثوق ومهني وشفاف ونتطلع للخطوات التالية لتشكيل الحكومة الجديدة الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي وفتح باب تقديم الشكاوى والطعون على هذه النتائج ومن ثم اتخاذ الموقف بشأنها ليتسنى لمفوضية الانتخابات تقديم النتائج النهائية للمحكمة الاتحادية بغية المصادقة عليها خطوات المفترض أن تلي مرحلة الانتهاء من العد والفرز اليدوي بحسب قانونيين المحكمة الاتحادية العد والصادقة يومين أو ثلاثة أيام كل دورة انتخابية بإمكان فخامة ريش الجمهورية الإعلان عن عقد الجلسة في اليوم الصادقة المحكمة الاتحادية أو في اليوم التالي يقول ستم عقد الجلسة الأولى بعد ثلاثة أيام من المرسوم الجمهور المذكور وبحسب أعضاء في مفوضية الانتخابات السابقة فإن النتائج المرتقبة للعد والفرز اليدوي ستكون متقاربة لنتائج العد والفرز الالكتروني أما بشأن مصير الأصوات في جانب الرصافة المثيرة للجدالة فسيجري اعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني بعد أن تعذر إجراء عملية العد والفرز اليدوي بحسب خبراء القانون محمود فواد الحرة بغداد